أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا بن جريج قال حدثني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة قال لا وقرأت عليه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبي ليلى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فسألته فقال لم ينسخها شيء وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك أخبرنا حاجب بن سليمان المنبيجي قال حدثنا ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قوما كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا وانتهكوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد إن ذلي تقول وتدعو إليه لحسنا لو تخبرنا أن لما عملنا كفارا فأنزل الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال يبدل الله شركهم إيمانا وزناهم إحصانا ونزلت قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم الآية أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال بن جريج أخبرني يحلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك أتوا محمدا فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسنا لو تخبرنا أن لما عملنا كفارا فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ونزلت قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثني ورقاء عن عمر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه في يده وأوداجه تشكب دمعه يقول يا رب قتلني حتى يبنيه من العرش قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلى هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخت منذ نزلت وأن ناده التوبة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر قال أبو عبد الرحمن محمد بن عمر لم يسمعه من أبي الزناد أخبرني محمد بن بشار عن عبد الوهاد قال حدثنا محمد بن عمر عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك الفرقان بثمانية أشهر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال أبو عبد الرحمن أدخل أبو الزناد بينه وبين خارجة مجالد بن عرف أخبرنا عمر بن عادي عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف قال سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يحدث عن أبيه أنه قال نزلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أشفقنا منها فنزلت الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بقية قال حدثني بحير بن سعيد عن خالد بن معدان أن أبا رب من السماعية حدثهم أن أبا أيوب الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاء ويجتنب الكبائر كان له الجنة فسألوه عن الكبائر فقال الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النصر بن شميل قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور أخبرني عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا بن شميل قال أنبأنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبية عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراق بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن حديث عبيد بن عمير أنه حدثه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ملك بائر قال هن سبع أعظم هن إشراق بالله وقتل النفس بغير حق وفرار يوم الزحف مختصر أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عمر بن شرح بيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم ماذا قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم ماذا قال أن تزاني بحديلة جارك حدثنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك قلت ثم أي قال ثم أن تزاني بحديلة جارك أخبرنا عبدة قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال الشرك أن تجعل لله ندا وأن تزاني بحديلة جارك وأن تقتل ولدك مخافة الفقر أن يأكل معك ثم قرأ عبد الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبله وحديث يزيد هذا خطأ إنما هو واصل والله تعالى أعلم أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك للإسلام مفارق الجماعة والسيب الزامي والنفس بالنفس قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن عمر بن غالب قال قالت عائشة أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إسلامه أو النفس بالنفس وقفه زهير أخبرنا هلال بن العلاء قال قالت عائشة يا عمار أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة النفس بالنفس أو رجل زنى بعدما أحصن وساق الحديث أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا كنا مع عثمان وهو محصور وكنا إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط فدخل عثمان يوما ثم خرج فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل قلنا يكفيكهم الله قال فلما يغتروني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منذ هدان الله ولا قتلت نفسا فلما يقتلونني أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن مردى نبتا عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال إنه سيكون بعدي هنات وهنات فمن رأيتموه فارق الجماع أو يريد يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه فإن يد الله على الجماعة فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض أخبرنا أبو علي محمد بن علي المروزي قال حدثنا عبد الله عن عثمان عن أبي حمزة عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي هنات وهنات وهنات ورفع يديه فمن رأيتموه يريد تفريق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان من الناس أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة حدثنا زياد بن علاقة عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جمع فاضربوه بالسيط أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن زيد بن عطاء بن السائب عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الصواف قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثني أنث بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من ألبانها وأبوالها قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث فأخذوهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ونبذهم في الشمس حتى مالوا أخبرني عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار عن الوليد عن الأوزاعي عن يحيا عن أبي قلابة عن أنس أن نفرا من عكل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فقتلوا راعيها واستاقوها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قال فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا فأنزل الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن أنس قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عكل فذكر نحوه إلى قوله لم يحسمهم وقال قتلوا راعي أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل أو عرين فأمر لهم واجتوأوا المدينة بذود أو لخاح يشربون ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فبعث في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال أخبرني بن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر وغيره عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناسا من عرين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذود له فشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستاقوا الإبل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس من عرين فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى ذودنا فكنتم فيها فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا فلما صحوا قاموا إلى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه ورجعوا كفارا واستاقوا ذود النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن أنس قال قدم ناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى ذودنا فشربتم من ألبانها قال وقال ختال وأبوالها فخرجوا إلى ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقوا محاربين فأرسل في طلبهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أنس قال أسلم أناس من عرين فاجتووا المدينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها قال حميد وقال قتادة عن أنس وأبوالها ففعلوا فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا محاربين فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عكل أو عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من لبنها وأبوالها فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فسمر أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم ثم تركهم في الحرة على حالهم حتى ماتوا أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الأعلى نحوه أخبرنا محمد بن نافع أبو بكر قال حدثنا بكز قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة وثابت عن أنس أن نفرا من عرين تنزلوا في الحرة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في إبد الصدق وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام واستاقوا الإبل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا أخبرني محمد بن وهبل قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أو بذنب قال بكفر أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال وأخبرني يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم مرضوا فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح ليشربوا من ألبانها فكانوا فيها ثم عمدوا إلى الراعي غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه واستاقوا اللقاح فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عطش من عطش آل محمد الليلة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وبعضهم يزيد على بعض إلا أن معاوية قال في هذا الحديث استاقوا إلى أرض الشرك أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا مالك بن سعير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أغار قوم على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم أخبرنا محمد بن المثنى عن إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد العزيز وأنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم اللفظ لبن المثنى أخبرنا عيسى بن حمد قال أنبأنا الليث عن هشام عن أبيه أن قوما أغاروا على إبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم أخبرنا أحمد بن عمر بن السرق قال أنبأنا بن وهب وأخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم وسعيد بن عبد الرحمن وذكر آخر عن هشام بن عروة عن عروة بن زبير أنه قال أغار ناس من عرينة على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوها وقتلوا غلاما له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم أخبرنا أحمد بن عمر بن السرق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناب عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم آية المحاربة أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك فأنزل الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية كلها أخبرنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان ثقة مأمون قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيني عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا بن وهب قال أخبرني محمد بن عمر عن ابن جريج عن أيوب عن أبي خلابة عن أنس بن مالك أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها وألقاها في قليب وربخ رأسها بالحجارة فأخذ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني محمد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب وربخ رأسها بالحجارة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت أخبرنا زكريا بن يحيا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأني علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية قال نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل وليست هذه الآية للرجل المسلم فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب أخبرنا محمد بن الموثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتاب عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثل أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن مغيرة عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فلا لمة له أخبرنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا خاسم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا خالد عن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه أخبرنا صفوان بن عمر قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو فقد أحل بنفسه أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسى بوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال أنبأنا المغيرة بن مسلم عن مطر الوراقع النافع عن ابن عمر أن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل أخبرنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جرير عن أب النظر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث أن يزني بعدما أحصن أو يقتل إنسانا فيقتل أو يكفر بعد إسلامه فيقتل أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أيوب عن عكرمة أن ناسا اغتدوا عن الإسلام فحرقهم علي بالنار قال ابن عباس لو كنت أنا لم أحرقهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله أحدا ولو كنت أنا لقتلتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد بن بكر قال أنبأنا ابن جريج قال أنبأنا إسماعيل عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث عباد أخبرنا الحسين بن عيسى عن عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن علي أتي بناس من الضط يعبدون وثنا فأحرقهم قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه حدثنا محمد بن بشار وحدثني حماد بن مسعدة قالا حدثنا قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعروي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ثم أرسل معال بن جبل بعد ذلك فلما قدم قال أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها فأتي برجل كان يهوديا فأسلم ثم كفر فقال معاذ لا أجلس حتى يقتن قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فلما قتل قعد أخبرنا القاسم بن زكري بن دينار قال حدثني أحمد بن مفضل قال حدثنا أصباب قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبي قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة أكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيث بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السر فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله وأما مقيث بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه وأما أكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا فقال أكرمة والله لئن لم ينجيني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما فجاء فأسلم وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه استبأ عند عثمان بن عقان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بايع عبد الله قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك ألا أو مأت إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين أخبرنا يا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال أنبأنا داود عن أكرمة عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأرسل إلى قومه سلولي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله غفور رحيم فأرسل إليه فأسلم أخبرنا زكريا بن يحيا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي عن يزيد النحوي عن أكرمه عن ابن عباس قال في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلى قوله لهم عذاب عظيم فنسح واستثنى من ذلك فقال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرحن الذي كان على مصر كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزل له الشيطان فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني إسرائيل عن عثمان الشحام قال كنت أقود رجلا أعمى فانتهيت إلى أكرمه فأنشأ يحدثنا قال حدثني ابن عباس أن أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له أم ولد وكان له منها ابنان وكانت تكسر الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه فيسجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي ولما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه فلم أصبر أن قمت إلى المذول فوضعته في بطنها فتكأت عليه فقتلتها وأصبحت ختيلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام فأقبل الأعمى يتدلدل فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت أم ولدي وكانت لي لطيفة رفيقة ولي منها ابنان مثل لؤلؤتين ولكنها كانت تكسر الوقيعة فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي وأسجرها فلا تنزجر فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك فقمت إلى المذول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاشهدوا أن دمها أدر أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن توبة العنبر عن عبد الله بن قدامة بن عنزة عن أبي برزة الأسلمي قال أغلظ رجل لأبي بكر الصديق فقلت أقتله فانتهرني وقال ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن سالم بن أبي الجعب عن أبي برزة قال تغيظ أبو بكر على رجل فقلت من هو يا خليفة رسول الله قال لما قلت لأضرب عنفة إن أمرتني بذلك قال أفكنت فاعلا قلت نعم قال فوالله لأذهب عظم كلمة التي قلت غضب ثم قال ما كان لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة قال مررت على أبي بكر وهو متغيظ على رجل من أصحابه فقلت يا خليفة رسول الله من هذا الذي تغيظ عليه قال ولم تسأل قلت أضرب عنفة قال فوالله لأذهب عظم كلمتي غضبه ثم قال ما كانت لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن المسنى عن يحيى بن حمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن عمر بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة قال تغيظ أبو بكر على رجل فقال لو أمرتني لفعلت قال أما والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا معاوية بن صالح الأشعري قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمر بن مرة عن أبي نظرة عن أبي برزة قال غضب أبو بكر على رجل غضبا شديدا حتى تغير لونه قلت يا خليفة رسول الله والله لئن أمرتني لأضربن عمقه فكأنما صب عليه ماء بارد فذهب غضبه عن الرجل قال تكلك أمك أبا برزة وإنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أبو نصر واسمه حميد بن هلال خالفه شعبة أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت أبا نصر يحدث عن أبي برزة قال أتيت على أبي بكر وقد أغلظ لرجل فرد عليه فقلت ألا أضرب عنقه فانتهرني فقال إنها ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن أبو نصر حميد بن هلال ورواه عنه يونس بن عبيد فأسنده أخبرني أبو داود قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف بن الشخير عن أبي برزة الأسلمي أنه قال كنا عند أبي بكر الصديق فغضب على رجل من المسلمين فاشتد غضبه عليه جدا فلما رأيت ذلك قلت يا خليفة رسول الله أضرب عنقه فلما ذكرت الختل أضرب عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحن فلما تفرقنا أرسل إلي فقال يا أبا برزة ما قلت ونسيت الذي قلت قلت ذكرني قال أما تذكر ما قلت قلت لا والله قال أرأيت حين رأيتني غضبت على رجل فقلت أضرب عنقه يا خليفة رسول الله أما تذكر ذلك أو كنت فاعلا ذلك قلت نعم والله والآن إن أمرتني فعلت قال والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها والله تعالى أعلم أخبرنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس قال أنبأنا شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلم عن صفوان بن عسار قال قال يهودي لصاحبه ذهبنا إلى هذا النبي قال له صاحبه لا تقل نبي لو سمعك كان له أربعة أعين فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألاه عن تسع آيات بينات فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسركوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تنشوا ببريء إلى ذي سلطان ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا المحصنة ولا تولوا يوم الزحف وعليكم خاصة يهود أن لا تعدوا في السفر فقبلوا يديه ورجليه وقالوا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن داود دعا بأن لا يزال من ذريته نبي وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود أخبرنا عمر بن معبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفت فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن حيان يعني يزيد عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجوها فجئ بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال فما ذكر ذلك لذلك اليهود ولا رآه في وجهه قط أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن سناك عن قابوس عن أبيه قال جاء عجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن جميم قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سناك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال وسمعت سفيان الثورية يحدث بهذا الحديث قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يأتيني فيريد مالي قال ذكره بالله قال فإن لم يذكر قال فاستعن عليه من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال فاستعن عليه بالسلطان قال فإن أسلطان عني قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك أخبرنا كتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمر بن قهيد الغفاعي عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث قال أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن قهيد بن مطرف للغفاري عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا حاتم عن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل عن أبي يونس القشيري عن عمر بن دينار عن عبد الله بن صفوان عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النيسى بوري قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا سعيد قال أنبأنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن عن أكرمة عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذير قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا سعير بن الخمس عن عبد الله بن الحسن عن أكرمة عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد أخبرنا عمر بن عليا قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد هذا خطأ والصواب حديث سعير بن الخمس أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشان قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة عن عبد الله بن عمر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة واللفظ الإسحاق قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة قال حدثنا محمد بن إسحاق عن زهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون ماله فهو شريد أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا المؤمل عن سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شريد أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن علقمة عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمته فهو شريد قال أبو عبد الرحمن حديث المؤمل خطأ والصواب حديث عبد الرحمن أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد ومن قاتل دون أهله فهو شهيد ومن قاتل دون أهله فهو شهيد أخبرنا محمد بن رافع ومحمد بن اسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان يعني بن داود الهجمي قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دنه فهو شهيد أخبرنا القاسم بن زكري بن دينار قال حدثنا سعيد بن عمر الأشعثي قال قال حدثنا عبثر عن مطرف عن سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر قال كنت جالسا عند سويد بن مقر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمته فهو شهيد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن موسى قال حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن زبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق بهذا الإسناد مثله ولم يرفع أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن زبير قال من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مالك وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن بذ هيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظري ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني لبهام قال فغضبت قريش والأنصار وقال يعطي صناديد أهل نجد ويدعمه فقال إنما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين نافئا وجنتين كثا لحية محلوخ الرأس فقال يا محمد اتق الله قال من يطع الله إذا عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني فسأل رجل من القوم قتله فمنعه فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا قوما يخرجون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السفن من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عهد أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة أخبرنا محمد بن معمر البصري الحراني قال حدثنا أبو داود الطيارسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن شميك بن شهاد قال كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الخوارج فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه فقلت له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته بعين أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعطي من وراءه شيئا فقام رجل من ورائه فقال يا محمد ما عدلت في القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فغضم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل مني ثم قال يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة قال أبو عبد الرحمن رحمه الله شريك بن شهاب ليس بذلك المشهور أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن عمر بن سعد قال حدثنا سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجال المسلم كفر وسبابه فسوق أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال سباب المسلم فسق وقتاله كفر فقال له أبان يا أبا إسحاق أما سمعته إلا من أب الأحوص قال بل سمعته من الأسود وهبيرة أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أب الزعراء عن عمه أب الأحوص عن عبد الله قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدثه عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعب قال قلت لحمد سمعت منصورا وسليمان وزبيدا يحدثون عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر من تتهم أتتهم منصورا أتتهم زبيدا أتتهم سليمان قال لا ولكني أتهم أبوائل أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قلت لأبي وائل سمعته من عبد الله قال نعم أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جلير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أخبرنا محمود بن العلاء عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق أخبرنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جلير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتل فقتلة جاهلية أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي مجلز عن جند بابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية ويرضب لعصبية فقتلته جاهلية قال أبو عبد الرحمن عمران القطان ليس بالقول أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعيا يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشار المسلم على أشيه المسلم بالسلاح فهما على جرف جهنم فإذا قتله خرى جميعا فيها أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعبى قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن أبي بكرة قال إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على الآخر فهما على جرف جهنم فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن سليمان التيمي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال أراد قتل صاحبه أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار مثله سواء أخبرنا علي بن محمد بن علي المصيصي قال حدثنا خلف عن زائدة عن هشام عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما كل واحد منهما يريد قتل صاحبه فهما في النار قيل له يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثني قتادة عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لتقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار أخبرنا أحمد بن فضالة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه أخبرنا أحمد بن عبدة عن حماد عن أيوب ويونسى والعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن يونسى عن الحسن عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار قال رجل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واخد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي الطحى عن مسروق عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا يأخذ الرجل بجناية أبيه ولا جناية أخيه قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يأخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفينكم ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا يأخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه هذا الصواب أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا مرسل أخبرنا عمر بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمر بن جرير عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أخبرنا أبو عبيدة بن أبي سفر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال بلغني أن جرير بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم استنصت الناس ثم قال لا ألفينكم بعدما أرى ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن يزيد بن هرموز أن النجدة الحرورية حين خرج في فتنة بن زبير أرسل إلى بن عباس يسأله عن سهم ذي القربة لمن ترى قال هو لنا لقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وقد كان عمر عرض علينا شيئا رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ويقضي عن غالمهم ويعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يزيد وهو بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن زهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرموز قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله عن سهم ذي القربة لمن هو قال يزيد بن هرموز وأنا كتبت كتاب بن عباس إلى نجدة كتبت إليه كتبت تسألني عن سهم ذي القربة لمن هو وهو لنا أهل البيت وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمن ويحذي منه عائلنا ويقضي منه عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه أخبرنا عمر بن يحيى قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق وهو الفزاري عن الأوزعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه وقسم أبيك لك الخمس كله وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين وفيه حق الله وحق الرسول وذي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة فكيف ينجو من كثرت خصماءه وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا نافع بن يزيد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسير أن جبير بن مطعم حدثه أنه جاء هو وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس حنين بين بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف فقالا يا رسول الله قسمت بإخواننا بني المطلب بن عبد مناف ولم تعقنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا قال جبير بن مطعم ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسير عن جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمد القرب بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء بن هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا فإنما نحن وهم منك بمنزلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام إنما بن هاشم وبن المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه أخبرنا عمر بن يحيى بن الحارف قال حدثنا محبوب يعني بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق وهو الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهدي عن عبادة بن الصامت قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير فقال يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أثاء الله عليكم قدر هذا إلا الخمس والخمس مردود عليكم قال أبو عبد الرحمن اسم أبي سلام ممطور وهو حبشي واسم أبي أمامة تدين بن عجلان والله تعالى أعلم أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا بن أبي عادي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمر بن شعيب عن أبي عن جد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرا فأخذ من سنانه وبرة بين إصبعي ثم قال إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هاد إلا الخمس والخمس مردود فيكم أخبرنا أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر يعني بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال كانت أموال بن النظير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكان ينفق على نفسه منها قوت سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله أخبرنا عمر بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني بن موسى قال أدبأنا أبو إسحاق هو الفزري عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن خاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم من صدقته ومما ترك من خمس خيبر قال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نور أخبرنا عمر بن يحيى قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عقاء في قوله عز وجل وعلموا أن ما غلمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول وليده القرباء قال خمس الله وخمس رسوله واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء أخبرنا عمر بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق هو الفزاري عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد عن قوله عز وجل واعلموا أن ما غلمتم من شيء فإن لله خمسه قال هذا مفاتح كلام الله الدنيا والآخرة لله قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الرسول وسهم ذي القربة فقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الخليفة من بعده وقال قائل سهم ذي القربة لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قائل سهم ذي القربة لقرابة الخليفة فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخير والعدة في سبيل الله فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر أخبرنا عمر بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن نوسى بأبي عائشة قال سألت يحيى بن الجزار عن هذه الآية واعلموا أنما غننتم من شيء فإن لله خمسه هو للرسول قال قلت كم كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الخمس قال خمس الخمس أخبرنا عمر بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن مطرف قال سئل الشعبي عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه فقال أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فكسهم رجل من المسلمين وأما سهم الصفي فغرة تختار من أي شيء شاء أخبرنا عمر بن يحيى قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن سعيد الجريري عن يزيد بن الشخير قال بين أنا مع مطرف بالمربد ادخل رجل معه قطعة أدم قال كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أحد منكم يقرأ قال قلت أنا أقرأ فإذا فيها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أقيش أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارق المشركين وأخروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيك فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله أصبرنا عمر بن يحيى بن الحارث قال أنبأنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن شريك عن خصيف عن مجاهد قال الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته لا يأكلون من الصدق في شيئا فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ولذي قرابته خمس الخمس ولليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك قال أبو عبد الرحمن قال الله جل ثناؤه وعلموا أنما غننتم من شيء فإن لله خمس وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقوله عز وجل لله ابتداء كلام لأن الأشياء كلها لله عز وجل ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لأنها أشرف الكسب ولم ينس بالصدقة إلى نفسه عز وجل لأنها أوساف الناس والله تعالى أعلم وقد قيل يأخذ من الغنيمة شيء فيجعل في الفعبة وهو السهم الذي لله عز وجل وسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام يشتري الكراع منه والسلاح ويعطي منه من رأى ممن رأى فيه غناء ومنفعة بأهل الإسلام ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب بينهم الغني منهم والفقير وقد قيل إنه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل وهو أشبه القولين بالصواب عندي والله تعالى أعلم والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء لأن الله عز وجل جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض والانخلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو أوصى بثلثه لبني فلان أنه بينهم وأن الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا يحصون فهكذا كل شيء صير لبني فلان أنه بينهم بالسوية إلا أن يبين ذلك الأمر به والله ولي التوفيق وسهم لليتامى من المسلمين وسهم للمساكين من المسلمين وسهم لابن السبيل من المسلمين ولا يعطى أحد منهم سهم مسكين وسهم ابن السبيل وقيل له خذ أيهما شئت والأربعة أخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن نالك بن أوس بن الحدثان قال جاء العباس وعلي إلى عمر يختصمان فقال العباس اقض بيني وبين هذا فقال الناس افسل بينهما فقال عمر لا أفسل بينهما قد علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قال فقال الزهري وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ منها قوت أهله وجعل سائره سبيله سبيل المال ثم وليها أبو بكر بعده ثم وليتها بعد أبي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر والذي وليتها به فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما ثم أتياني يقول هذا اقسم لي بنصيبي من ابن أخي ويقول هذا اقسم لي بنصيبي من امرأتي وإن شاء أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر والذي وليتها به دفعتها إليهما وإن أبيا كفيا ذلك ثم قال واعلموا أن ما غننتم من شيء فإن لله هم سهو للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا لهؤلاء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرخاب والغارين وفي سبيل الله هذه بهؤلاء وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال زهري هذه ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية فادك كذا وكذا فما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق أو قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه أو قال حظه أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي من لفظه قال ألبأنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكرع وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لوم تلائم أخبرنا عيش بن حمد قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه أن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وذكر مثله أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن سكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة قال حدثني أبي عن عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف لوم تلائم أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جدئ قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر والبسر والمنشط والمكره وأن لا نازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق حيث كنا أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثني أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال حدثني عبادة بن الوليد أن أباه الوليد حدث عن جده عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكارهنا وعلى أن لا نازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالعدل أين كنا لا نخاف في الله لوم تلائم أصبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سيار ويحيى بن سعيد أنه ما سمع عبادة بن الوليد يحدث عن أبيه أما سيار فقال عن أبيه وأما يحيى فقال عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكارهنا وأثرة علينا وأن لا نازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيثما كان لا نخاف في الله لوم تلائم قال شعبة سيار لم يذكر هذا الحرف حيثما كان وذكره يحيى قال شعبة إن كنت زدت فيه شيئا فهو عن سيار أو عن يحيى أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية عن يونس عن عمر بن سعيد عن أبي زرعة بن عمر بن جرير قال جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير سمع جابرا يقول لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر أخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعكم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديد قال على الموت أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارف عن بن شهاب أن عمر بن عبد الرحمن بن أمية بن أخي يعلى بن أمية حدثه أن أباه أخبر أن يعلى بن أمية قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمية يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الجهاب وقد انقطعت الهجرة أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو إبريس الخولاني أن عبادة بن الصامت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابك تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئا فعوخب به فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه خالفه أحمد بن سعيد أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صارح بن كيسان عن الحارث بن فضيل أن ابن شهاب حدثه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف قلنا بلى يا رسول الله فبايعناه على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أصاب بعد ذلك شيئا فنالته عقوبة فهو كفارة ومن لم تنله عقوبة فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما أخبرنا الحسيد بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤدي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمر قال قال رجل يا رسول الله أي الهجرة أفضل قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة هجرتان هجرة الحاضر وهجرة البادي فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر وأما الحاضر فهو أعظمهما بنيه وأعظمهما أجرى أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد قال قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هجر مشركين وكان من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد وهو بن عيسى بن سميع قال حدثنا زيد بن واقد عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها أخبرني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه أخبر أن يعلى قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة أخبرني محمد بن داود قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر قال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن صفوان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا أخبرنا عمر بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يحيى بن هانئ عن نعيم بن دجاجة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا الوليد عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن واقد السعدي قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت قال لا تنقطعوا الهجرة ما قوتل الكفار أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حسان بن عبد الله بن الضمري عن عبد الله بن السعدي قال وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل أصحابي فقضى حاجتهم وكنت آخرهم دخولا فقال حاجتهم فقلت يا رسول الله متى تنقطع الهجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن أبي وائل والشعبي قال قال جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أبايعك على السمع والطاع فيما أحببت وفيما كرت قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتستطيع ذلك يا جرير أوتقيق ذلك قال قل فيما استطعت فبايعني والنصح لكل مسلم أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقان الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك أخبرني محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي نخيلة البجلي قال قال جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت يا رسول الله بسط يدك حتى أبايعك واشترق علي فأنت أعلم قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر قال أنبأنا معمر قال أنبأنا بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت عبادة بن الصامت قال باعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعطوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فيه فهو طهوره ومن ستره الله فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أخبرني محمد بن منصور قال حدثنا يا سفيان عن أيوب عن محمد عن أم عطية قال لما أردت أن أبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن امرأة أسعدتني في الجاهلية فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك قال اذهبي فأسعديها قالت فذهبت فساعدتها ثم جئت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع على أن لا ننوح أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزمي ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف قال فيما استطعتن وأطقتن قالت قلنا الله ورسوله أرحم بنا هلما نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم عن يعلم معطاء عن رجل من آل الشريط يقال له عمر عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجدوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أرجع فقد بايعته أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا عمر بن يونس عن أكرمة بن عمار عن الهرماس بن زباد قال مددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلاب ليبايعني فلم يبايعني أخبرنا كتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد أخبرنا كتيبة عن ماجك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها أخبرنا يا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيت وذكر كلمة معناها وبدوت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدود أخبرنا يا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار وأخبرني علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ثم يقول فيما استطعت وقال علي فيما استطعتم أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا حين نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعب عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم أخبرنا كتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتم وأطقتم أخبرنا هنال بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال انتهيت إلى عبد الله بن عمر وهو جالس في ظل الكعبة والناس عليه مجتمعون قال فسمعته يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه ومنا من ينقضل ومنا من هو في جشرته إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ننكرونها تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض فتجيء الفتن فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشف فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدرك موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر فدنوت منه فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم وذكر الحديث أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين قال سمعت جدتي تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ولو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أنا زياد بن سعد أخبره أنا شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني يعمل بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنا عمر بن عثمان بن سعيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بخير عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله وأما من غزارياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد لما حدثه عبد الرحمن الأعرج لما ذكر أنه سنع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سألت سهيل بن أبي صالح قلت حدثنا عمر عن القعقاع عن أبيك قال أنا سمعته من الذي حدث أبي حدثه رجل من أهل الشام يقال له عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين نصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين نصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن القعطاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخبرنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم وعن سمي وعن عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بطانة الإمام أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا معمر بن معمر قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من وال إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبارا فمن وقي شرها فقد وقي وهو من التي تغلب عليه منهما أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر وتحبطه عليه والمعصوم من عصم الله عز وجل أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان عن أبي سلم عن أبي أيوب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا فمن وقي بطانة السوء فقد وقي أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بن المبارك عن ابن أبي حسين عن القاسم ابن محمد قال سمعت عمتي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن ناسي ذكره وإن ذكر أعانه أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا فقال ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنما فررنا منها فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين خيرا وقال أبو موسى في حديثه قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبيد الله ابن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاع أخبرنا عمر ابن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي حصين عن شعبي عن عاصم العدوي عن كعب ابن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جسعة وقال إنه ستكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد يعني بن عبد الوهاب قال حدثنا مسعر عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين من العرب والآخر من العجب فقال فقال اسمعوا هل سمعتم أنه ستكون بعد أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء أغفرنا أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن قيس عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله عز وجل العقوق وكأنه كره الاسم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسألك أحدنا يولد له قال من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه قال داود سألت زيد بن أسلم عن المكافئتان قال الشاتان المشبهتان تذبحان جميعا أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين أخبرنا محمد بن المسنة قال حدثنا عفان قال حدثنا حمّاد بن سلم قال حدثنا أيوب وحبيب ويونس وقتاد عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقة فأهريخوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حمّاد عن قيس بن سعد عن عطاء وطاوس ومجاهد عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام شاتان مكافئتان وفي الجارية شاء أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يا سفيان قال قال عمر عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاء أخبرنا قتيبة قال حدثنا يا سفيان عن عبيد الله وهو ابن أبي يزيد عن سباع بن ثاب عن أم كرز قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاء لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا بن جريج قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثاب عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم هو ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن سعيد أنبأنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين سلل حسن ممن سمع حديثه في العقيقة فسألته عن ذلك فقال سمعته من سمرة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثت أبا إسحاق عن مهمر وسفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أحدهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة وقال الآخر لا فرع ولا عتيرة أخبرنا عمر بن زرارة قال حدثنا معاذ وهو بن معاذ قال حدثنا بن عون قال حدثنا أبو رملة قال أنبأنا نخلف بن سليم قال بين نحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة قال معاذ كان بن عون يعتر أبصرته عيني في رجل أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجير أبو علي الحنفي قال حدثنا داود بن قيس قال سمعت عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر عن أبيه وزيد بن أسلم قالوا يا رسول الله الفرع قال حق فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتكفئ إناءك وتوليها ناقتك قالوا يا رسول الله فالعتيرة قال العتيرة حق قال أبو عبد الرحمن أبو علي الخيفي هم أربعة إخوة أحدهم أبو بكر وبشر وشريك وآخر أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني بن المبارك عن يحيا وهو بن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمر الباهلي قال سمعت فقال بيده غفر الله لكم فقال رجل من الناس يا رسول الله العتائر والفرائع قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع في الغنم أضحيتها وقبض أصابعه إلا واحدة أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن زرارة السهل قال حدثني أبي عن جده الحارث بن عمر وأنبأنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن عبد الملك قال حدثني يحيى بن زرارة السهل قال حدثني أبي عن جده الحارث بن عمر أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقلت بأبي أنت يا رسول الله وأمي استغفر لي فقال غفر الله لكم وهو على ناقته العطباء ثم استدرت من الشق الآخر وساق الحديث أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عديا عن ابن عون قال حدثنا جميل عن أبي المليح عن نبيشة قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعتر في الجاهلية قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبر الله عز وجل وأطعمه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل عن خالد وربما قال عن أبي المليح وربما ذكر أبا خلابة عن نبيشة قال نادى رجل وهو بننا فقال يا رسول الله إنا كنا نعتر عكيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا يا رسول الله قال اذبحوا في أي شهر ما كان وبر الله عز وجل وأطعمه قال إنا كنا نفرع فرعا فما تأمرنا قال في كل سائمة فرع تغذوه ما شيتك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا قندر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح وأحسبني قد سمعته من أبي المليح عن نبيشة رجل منه ذيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كيما تسعكم فقد جاء الله عز وجل بالخير فكلوا وتصدقوا وادخروا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل فقال رجل إنا كنا نعتر عكيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا فقال رجل يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير أخبرنا أبو الأشعة أحمل بن المخدام قال حدثنا يزيد وهو ابن ذريع قال أنبأنا خالد عن أبو المليح عن نبيشة قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إنا كنا نعتر عكيرا يعني في الجاهلية في رجل فما تأمرنا قال اذبحوها في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية قال في كل سائمة فرع حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه فإن ذلك هو خير أصبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علي عن خالد قال حدثني أبو قلابة عن أبو المليح فلقيت أبو المليح فسألته فحدثني عن نبيشة الهذري قال 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 رجل يا رسول الله إنا كنا نعتر عكيرة في الجاهلية فما تأمرنا قال إذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عميه أبي رزين لقيق بن عامر العقيدي قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجل فنأكل ونطعم من جاءنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به قال وكيع بن عدس فلا أدعه أخبرنا قطيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة ملقاة فقال لمن هاده فقالوا لميمونة فقال ما عليها لو انتفعت بإهابها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم الله عز وجل أفلها أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لانتفعتم بجلبها قالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي عن ابن أبي حبيب يعني يزيد عن حفص بن الوليد عن محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن ابن عباس حدثه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ميتة لمولاة لميمونة وكانت من الصدقة فقالوا لو نزعوا جلدها فانتفعوا به قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريت أخبرني عمر بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين عن ابن عباس أخبرتني ميمونة أن شاثا ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا دفعتم إهابها فاستمتعتم به أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمر عن عطاء قال سمعت بن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة وقال ألا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم أخبرنا أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال ألا تفعتم بإهابها أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أنبأنا الفضل بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن أكرمه عن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننبل فيها حتى صارت شنة أخبرنا قطيبة وعلي بن حجر عن سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طفر أخبرني الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو بن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيع أنه سمع أبا الخير عن ابن وعلة أنه سأل ابن عباس فقال إنا نغزو هذا المغرب وإنهم أهل وثن ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء فقال ابن عباس الدباغ طهور قال ابن وعلة عن رأيك أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبيض الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة قالت ما عندي إلا في قربة لي ميتة قال أليس قد درقتها قالت بلى قال فإن دباغها ذكاتها أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسى بوري قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة وقال دباغها طهورها أخبرنا عبيض الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة وقال دباغها طهورها أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الميتة دباغها أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مارك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الميتة دباغها أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث والليث بن سعد عن كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدث عن العالية بنت سبيع أن ميونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرب أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصر أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تستمزع من الميتة بإهاب ولا عصر أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهين أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصر قال أبو عبد الرحمن أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا ذبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة والله تعالى أعلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجهود الميتة إذا ذبغت أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيا عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أخبرني عمر بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية وقال له أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها قال نعم أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والسنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شخوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشخوم جملوه ثم باعوا فأكلوا ثمن أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عمر عن طاووس عن ابن عباس قال أبلغ عمر أن سمرة باع خمرا قال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشخوم فجملوها قال سفيان يعني أذابوها أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى ابن عبد الله النيسى عن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن نبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد فقال خذوها وما حولها فألقوه أخبرنا خشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني عبد الرحمن بن بؤذوي أن معمرا ذكره عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه أخبرنا سلمة بن أحمد بن سلين بن عثمان الفوزي قال حدثنا جد الخطاب قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت بن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعنز ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاه لو انتفعوا بإهابها أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا بن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن خالد عن أبي سلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقل أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي بمصر قراءة عليه وأنا أسمع عن سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا أرسلت تلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسكه عليه فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا فإنما أمسك على نفسك وإن خالطك البك كلابا فقتلن فلم يأكل فلا تأكل منه شيئا فإنك لا تدري أيها قتل أخبرنا سويد بن مصر قال حدثنا عبد الله عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيل وسألته عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك فأخذ ولم يأكل فكل فإن أخذه ذكاته وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيرك أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرسل الكلب المعلم فيأخذ فقال إذا أرسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فأخذ فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل قلت أرمي بالمعراض قال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل أخبرني محمد بن عبيد بن محمد الكوفي المحاربي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد يقول أنبأنا أبو إدريس عائل الله قال سمعت أبا تعلبة الخشنية يقول قلت يا رسول الله أنا بأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم فقال ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل أخبرنا محمد بن ذنبور أبو صالح المكي قال حدثنا فطيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن أمام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلاب المعلمة فيمسكن علي فآكل قال إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل قال ما لم يشرك هن كلب من سواهن قلت أرني بالمعراض فيخزق قال إن خزق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل أخبرني عمر بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد وقال إذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب لم تسمي عليها فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتلة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا زكريا وهو بن أبي زائدة قال حدثنا عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب وقال إذا أرسلت كلبك فسميت فكل وإن وجدت كلبا آخر مع كلبك فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيرك أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي عن عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيرك أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال حدثنا عن الشعبي عن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمر الغيلاني البصري قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك فسميت فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا أرسلت كلبك فوجدت معه غيرك فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيرك أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي وعن الحكم عن الشعبي وعن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيرك أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون أنبأنا زكريا وعاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيد قال وسألته عن كلب الصيد فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل فإن أكل منه فلا تأكل وإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله فلا تأكل فإنك إنما ذكرت اسم الله عز وجل على كلبك ولم تذكر على غيره أخبرنا عمر بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله عليه فقتل ولم يأكل فكن وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسكه عليك ولم يمسك عليك أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني بن السباق قال أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام لكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب أتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب غير ما استثنى منها أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس قال قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قراط أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنوب أخبرنا ختيبة وإسحاق بن منصور عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة أخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني بن السباق عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما وقالت له ميمونة أي رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم وقال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني قال فظل يومه كذلك ثم وقع في نفسه جر كلب تحت نضض لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا ثورة قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم فأمر بقتل الكلاب أخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال أنبأنا عبد الله وهو ابن المبارك عن حنظلة قال سمعت سالما يحدث عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا ضاريا أو صاحب ماشية أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد السعدي عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد وهو ابن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي سهير الشنائي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط فقلت يا سفيان أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ورب هذا المسجد أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه سمعه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أمسك كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اختنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان أخبرنا محمد بن بشار قال قال حدثنا يحيا وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط أخبرنا 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 إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال أنبأنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حر أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارف بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أنبأنا معروف بن سويد الجزامي أن علي بن رباح للخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيا عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيم عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كالبصير قال أبو عبد الرحمن وحديث حجاج عن حماد بن سلم ليس هو بصحيح أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا بن سواء قال حدثنا سعيد عن أبي مالك عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني فيها قال ما أمسك عليك كلابك فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل قال أفتني في قوسي قال ما رد عليك سهمك فكل قال وإن تغيب عليك قال وإن تغيب عليك ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صل يعني قد أنتن قال ابن سواء وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنس عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروك عن عباية بن رفاعة بن غافع عن رافع بن خديج قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة من تهام فأصابوا إبلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدور فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئ ثم قسم بينهم فعدل عشرا من الشاء ببعير فبينما هم كذلك إذ ند بعير وليس في القوم إلا خيل يسير فطلبوه فأعياهم فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابدا كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فذكر اسم الله عز وجل فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء ولا تدري الماء قتله أو سهبه أخبرنا عمر بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا أرسلت سهمك وكلبك وذكرت اسم الله فقتل سهمك فكل قال فإن بات عني ليلة يا رسول الله قال إن وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيب قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا أهل الصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الأثر فيجده ميتا وسهمه فيه قال إذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه أثرا غيرك وعلمت أنه قتله فكل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأطلب أثره بعد غيره قال إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سبع فكل أخبرني أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا معن قال أنبأنا معاوية وهو بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن أبي فعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يدرك صيده بعد ثلاث فليأكله إلا أن ينتن أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد ولا أجد ما أذكيه به فأذكيه بالمروة والعصى قال أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فتنسك علي فآكل منه قال إذا أرسلت الكلاب يعني المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن عليك فكل قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها قلت وإني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب فآكل قال إذا رميت بالمعراض وسميت فخزق فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل أخبرنا الحسين بن محمد الدراع قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض وقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عيسى بن يونس وغيره عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيف أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي موسى وأنبأنا محمد بن المسنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفى ومن اترع الصيد غفل ومن اترع السلطان فتن والنفذ لبن المسنى أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان وهو ابن هلال قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأغنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تأكل قال إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال إن كنت صائما قصم الغرب أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير وعمر بن عثمان ومحمد بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة عن أبي الحوتكية قال قال عمر رضي الله عن من حاضرنا يوم القاحة قال قال أبو ذر أنا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأغنب فقال الرجل الذي جاء بها إني رأيتها تدمى فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل ثم إنه قال كلوا فقال رجل إني صائم قال وما صومك قال من كل شهر ثلاثة أيام قال فأين أنت عن البيض الغر ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام وهو ابن زيد قال سمعت أنسا يقول أنفجنا أغنبا بمر الغران فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعثني بفخيديها ووركيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر عن عاصم وداود عن الشعبي عن ابن صفوان قال أصبت أرنبين فلم أجد ما أذكيهما به فذكيتهما بمروة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرني بأكلهما أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر تئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما ترى في الضب قال لست بآكله ولا محرمه أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي فقرب إليه فأهوى إليه بيده ليأكل منه قال له من حضر يا رسول الله إنه لحم ضب فرفع يده عنه فقال له خالد بن الوليد يا رسول الله أحرام الضب قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافق أهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس أنه أخبرت أن خالد بن الوليد أخبرت أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو فقال بعض النسوة ألا تخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل فأخبرته أنه لحم ضب فترك قال خالد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرام قال لا ولكنه طعام ليس في أرض قومي فأجدني أعافق قال خالد فاجتررته إلي فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدت خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضب فأكل من الأقط والسمن وترك الأضبة قذر وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن أكل الضباب فقال أهدت أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضباب تخذرا لهم فلو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن أخبرنا أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فأصاب الناس ضبابا فأخذت ضبا فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عودا يعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل متخ الدواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي قلت يا رسول الله إن الناس قد أكلوا منها قال فما أمر بأكلها ولا نهى أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن ثابت بن وديع قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فجعل ينظر إليه ويقلبه وقال إن أمة مسخت لا يدرى ما فعلت وإني لا أدري لعل هذا منها أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زيد بن وهب عن الغراء بن عازب عن ثابت بن وديع أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال إن أمة المسخت والله أعلم أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فأمرني بأكلها فقلت أصيد هي قال نعم قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذيناب من السباع فأكله حرام أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذيناب من السباع أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن يحيى عن صالد عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل النهي ولا يحل من السباع كل ذيناب ولا تحل المجتمع أخبرنا قتيبة أحمد بن عبدة قالا حدثنا حمد عن عمر وهو ابن دينار عن محمد بن علي عن جابر قال نهى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في الخيل أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمر عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا للفضل بن موسى عن الحسين وهو بن واقد عن أبي الزبير عن جابر وعمر وعمر بن دينار عن جابر وعن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر قال حدثنا عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ديناب من السباع أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال كنا نأكل لحوم الخيل قلت البغال قال لا أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما قال قال عبي عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن نحوم الحمر الأهلية يوم خيف أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ومالك وأسامة عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيف وعن نحوم الحمر إنسي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال أنبأنا عبيد الله وأنبأنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية يوم خيف أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يقل خيبر أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مهمر عن عاصم عن الشعبي عن البراء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر إنسية نضيجا ونيئا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيداني عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصبنا يوم خيبر حمرا خارجا من القرية فطبخناها فنادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر فأكفئوا القدور بما فيها فأكفأناها أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فخرجوا إلينا ومعهم المساحي فلما رأونا قالوا محمد والخميس ورجعوا إلى الحسن يسعون ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال الله أكبر الله أكبر خريبت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وأصبنا فيها حمرا فطبخناها فنادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أخبرنا عمر بن عثمان أنبأنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي فعلبة الخشني أنه حدثهم أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر والناس جياع فوجدوا فيها حمرا من حمر الإنس فذبح الناس منها فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن في الناس ألا إن لحوم الحمر الإنس لا تحل لمن يشهد أني رسول الله أخبرنا عمر بن عثمان عن بقية قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي فعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذيناب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل هو ابن فضالة عن ابن جريج عن أبي زبير عن جابر قال أكلنا يوم خيبر لحوم الخيل والوحش ونهار النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر هو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري قال بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أثايا الروحاء وهم حرم إذا حمار وحش معقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فيوشف صاحبه أن يأتيه فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله شأنكم هذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يقسمه بين الناس أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي حازم عن ابن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال أصاب حمارا وحشيا فأتى به أصحابه وهم محرمون وهو حلال فأكلنا منه فقال بعضهم لبعض لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فسألناه فقال قد أحسنتم فقال لنا هل معكم منه شيء قلنا نعم قال فاهدوا لنا فأتيناه منه فأكل منه وهو محرم أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن زهدم أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل من القوم فقال ما شأنه قال إني رأيتها تأكل شيئا قدرته فحلفت أن لا آكله فقال أبو موسى أدن فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله وأمره أن يكفر عن يمينه أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن القاسم التنيمي عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى فلم يدن فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن بشر هو ابن المفضل قال حدثنا سعيد عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن عمر عن صهيد بن مولى بن عامر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان قتل عصورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها قيل يا رسول الله وما حقها قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرني بها أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلم عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماءه الحلال ميتته أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان يكون للرجل منا كل يوم تمرة فقيل له يا أبا عبد الله وأين تقع التمرة من الرجل قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها فأتينا البحر فإذا بحوت قذفه البحر فأكلنا منه ثمانية عشر يوما أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمر قال سمعت جابر يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش فأقمنا بالساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط قال فألقى البحر ذابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه فثابت أجسامنا وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل في الجيش فمر تحته ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم جاعوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة قال سفيان قال أبو الزبير عن جابر فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معكم منه شيء قال فأخرجنا من عينيه كذا وكذا قلة من ودك ونزل في حجاج عينه أربعة نفر وكان مع أبي عبيدة جراب فيه تمر فكان يعطينا القبضة ثم صار إلى التمر فلما فقدناها وجدنا فقدها أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة في سرية فنفد زادنا فمررنا بحوت قد قدف به البحر فأردنا أن نأكل منه فنهانا أبو عبيدة ثم قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله كلوا فأكلنا منه أياما فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه فقال إن كان بقي معكم شيء فابعثوا به إلينا أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي قال حدثنا معاد بن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة ونحن ثلاثمائة وبضعة عشرة وزودنا جرابا من تمر فأعطانا قبضة قبضة فلما أنجزناه أعطانا تمرة تمرة حتى إن كنا لنمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء فلما فقدناها وجدنا فقدها حتى إن كنا لنخبط الخبط بغسينا ونسفه ثم نشرب عليه من الماء حتى سمينا جيش الخبط ثم أجزنا الساحل فإذا دابت مثل الكثير يقال له العنبر فقال أبو عبيدة ميتة لا تأكلوه ثم قال جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله عز وجل ونحن مضطرون كلوا بسم الله فأكلنا منه وجعلنا منه وشيقة ولقد جلس في موضع عينه ثلاثة عشر رجلا قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فرحل به أجسم بعير من أباعر القوم فأجاز تحته فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حبسكم قلنا كنا نتبع عيرات قريش وذكرنا له من أمر الدابة فقال ذاك رزق رزقكموه الله عز وجل أمعكم منه شيء قال قلنا نعم أخبرنا قتيبة قال حدثنا بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر ضفضعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن أبي يعفور سمع عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فكنا نأكل الجراد أخبرنا قتيبة عن سفيان وهو ابن عيينة عن أبي يعفور قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن قتل الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات نأكل الجراد أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونث عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله عز وجل إليه أن قد قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النطر وهو ابن شميل قال أنبأنا أشعف عن الحسن نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر ببيتهن فحرق على ما فيها فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة وقال الأشعف عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فإنهن يسبح أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أما قال حدثنا معاب بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة نحوه ولم يرفع أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النظر وهو ابن شميل قال أنبأنا شعبة عن مالك بن أنس عن أبي مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هدالة الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أغفاره حتى يضحي أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أنبأنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن عمر بن مسلم أنه قال أخبرني بن المسيب أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي فلا يقلم من أغفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول من ذو الحجة أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عثمان الأحلافي عن سعيد بن المسيب قال من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أغفاره فذكرته لعترمة فقال ألا يعتزل النساء وطيب أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن قميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين عن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة فقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحيهها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحى بالمصلى أخبرنا علي بن عثمان أخبرنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني عبد الله بن سليمان قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة قال وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاتا مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد عن أبي الطحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال قلت للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يجزن العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين غلعها والكسيرة التي لا تنقى قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص قال ما كردته فدعه ولا تحرمه على أحد أخبرنا يا محمد بن بشار قال حدثنا يا محمد بن جعفر وأبو داود ويحيا وعبد الرحمن وابن أبي عدي وأبو الولي قالوا أنبأنا شعبة قال سمعت ثليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازل حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقى قال فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال فما كره منه فدعه ولا تحرمه على أحد أخبرني سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث والليث بن سعد وذكر آخر وقدمه أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يقول لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان عن زكري بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خرقاء أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال أبو إسحاق وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء أخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي قال رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثني زياد بن خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء أخبرنا محمد بن عبد الأهلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه أن سلمة وهو بن كهيل أخبره قال سمعت حجية بن عدي يقول سمعت علي يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن قتادة عن جري بن كليب قال سمعت علي يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظب القرن فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال نعم إلا عظب النصف وأكثر من ذلك أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن أعين وأبو جعفر يعني النفيلي قالا حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ضحي به أن أخبرنا يحيى بن جرستة قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثنا يحيى قال حدثني بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لي جدعة فقلت يا رسول الله صارت لي جدعة وقال ضحي بها أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أضاحي فأصابني جدعة فقلت يا رسول الله أصابتني جدعة فقال ضحي بها أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمر بن بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجدع من الضعن أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال لنا رجل من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يحدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجذعتين بالثنية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو بن صحيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يضحي بكبشين قال أنس وأنا أضحي بكبشين أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال غبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما مختصر أخبرنا حميد بن مسعود في حديثه عن يزيد بن زريع عن ابن عون عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي قال ثم انصر كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشد قال حدثنا حفظ بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبي سعيد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكب قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشائب بعير قال شعبة وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان عنه والله تعالى أعلم أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين يعني بن وافد عن علباء بن أحمر عن أكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحف فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سفع أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيا عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال أنبأنا أبي عن فراس عن عامر عن البراء بن عازد وأنبأنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك مككنا فلا يذبح حتى يصلي فقام خالي فقال يا رسول الله إني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد ذبحا آخر قال فإن عندي عناق لبن هي أحب إلي من شاتي لحم قال ذبحها فإنها خير نسيتتك ولا تقضي جدعة عن أحد بعدك أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شات لحم فقال أبو غردة يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شات لحم قال فإن عندي عناقا جدعة خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم فذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه قال عندي جدعة هي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا ثم انكفأ إلى كبشين فذبحهما أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن يحيا وأنبأنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا عن يحيا بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد قال عندي عناق جدعة هي أحب إلي من مسنتين قال ذبحها لحديث عبيد الله فقال إني لا أجد إلا جدعة فأمره أن يذبح أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوالة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى ذات يوم فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله عز وجل أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فذكاهما بمروة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني اصطدت أرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما به فذكيتهما بمروة أفآكل قال كل أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شات فذبحوها بالمروة ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي فآخذ الصيد فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة وبالعصى قال أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل أخبرني محمد بن معمر قال حدثنا حبار بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عقاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد فقلت لزيد وتد من خشب أو حديد قال لا بل خشب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن أبي عن عباية بن رفاع عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل إلا بسن أو غفر أخبرنا هنال بن السري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبي عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعة عن شداد بن أوس قال إثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليخد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني عسقلان بلخ قال حدثنا بن وهب قال حدثني سفيان عن هشام بن عروة حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهرية قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاك فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن حمد بن سلم عن أبي العشراء عن أبي قال قلت قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعمت في فخدها لأجزأك أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن رافع قال قلت يا رسول الله إنا لا أقول عدو غدا وليس معنا مدى قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل ما خل السن والظفر قال فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فند بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال إن لهذه النعم أو قال الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا أخبرنا عمر بن علي قال أنبأنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاقول عدو غدا وليست معنا مدى قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبش وأصبنا نهبة إبل أو غنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء ففعلوا به هكذا أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن منصور عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعة عن شداد بن أوسل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذب وليحد أحدكم إذا ذبح شفرته وليرح ذبيحته أخبرنا الحسن بن حريث أبو عمار قال أنبأنا جرير عن منصور عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعة الصنعاني عن شداد بن أوسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذب وليحبد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعة عن شداد بن أوسل قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين فقال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذب وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا خالد وأنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعة عن شداد بن أوسل قال تنتان تنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة أخبرني قتاده قال سمعت أنسا قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرمين يكبر ويسمي ولقد رأيته يذبحه ما بيده واضعا على صفاحه ما قدمه قلت أنت سمعته منه قال نعم أخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا هشيم عن شعبة عن قتاده قال حدثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرمين وكان يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبحه ما بيده واضعا رجله على صفاحه ما أخبرنا القاسم بن زكري بن دينار قال حدثنا مصعب بن المقدان عن الحسن يعني بن صالح عن شعبة عن قتاده عن أنس قال لقد رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه يسمي ويكبر كبشين أملحين أقرنين أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يطأ على صفاحهما ويذبحهما ويسمي ويكبر أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثني سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا وقال ختيبة في حديثة فأكلنا لحمة قال فهو عبدة بن سليمان أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت ذبحنا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلنا أخبرنا ختيبة قال حدثنا يحيا وهو ابن زكريا بن أبي زائدة عن ابن حبان يعني منصورا عن عامر ابن واثلة قال سأل رجل علي هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك بشيء دون الناس فغضب علي حتى حمر وجهه وقال ما كان يسر إلي شيئا دون الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات وأنا وهو في البيت فقال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن غندر قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد مولى بن عوف قال شهدت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم صلى بلا أذان ولا إقامة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق ثلاثة أيام أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا عبيد أخبر أن علي بن أبي طالب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاثة أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال كلوا وتزودوا واتدخلوا أخبرنا عيسى بن حمد زغبة قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب هو عبد الله بن خباب أن أبا سعيد الخدرية قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي فقال ما أنا بآكله حتى أسأل فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان وكان بدرية فسأله عن ذلك فقال إنه قد حدث بعدك أمر نقضا لما كانونه عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب عن أبي سعيد الخدري أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فقدم قتادة بن النعمان وكان أخ أبي سعيد لأمه وكان بدريا فقدموا إليه فقال أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام ثم رخص لنا أن نأكله وندخره أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو النفيلي قال حدثنا زهير وأنبأنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد بن الحارث عن محارد بن جثار عن ابن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها والتزدكم زيارتها خيرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها وأمسكوا ما شئتم ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء جئتم ولا تشربوا مسترى ولم يذكر محمد وأمسكوا أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري عن الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق بن الزبير بن عديد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبي إلا في سقاء وعن زيارة القبور فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدى لكم وتزودوا واتدخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة واشربوا واتقوا كل مسكر أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن مالك قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت دفت دافة من أهل البادية حضرة الأضحى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واتخروا ثلاثا فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس كانوا ينتفعون من أضاعيهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية قال وماذا قال الذي نهيت من أنساك لحوم الأضاحي قال إنما نهيت للدافة التي دفت كلوا واتخروا وتصدقوا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال دخلت على عائشة فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث قالت نعم أصاب الناس شدة فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم الغني الفقير ثم قال لقد رأيت آل محمد صلى الله عليه وسلم يأكلون الكراع بعد خمس عشرة قلت مم ماذا فضحك فقال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو بن زياد بن أبي جعد عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال سألت عائشة عن لحوم الأضاحي قالت كنا نخبأ الكراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم يأكل أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبدالله عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساة الأضحية فوق ثلاثة أيام ثم قال كلوا وأطعموا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبدالله بن مغفر قال دليا جراب من شحم يوم خيبر فالتزمت قلت لا أعطي أحدا منه شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن ناسا من الأعراب كانوا يأتونا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر اسم الله عز وجل عليه وكله أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا سفيان قال حدثني هارون بن أبي وكيع وهو هارون بن عنترة عن أبي عن ابن عباس في قوله عز وجل وَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَال خاصمهم المشركون فقال ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه أخبرنا عمر بن عثماء قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة قال قال رفول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل المجسمة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم يعني بن أيوب فإذا أناس يرمون دجاجة في دار الأمير وقال نهى رفول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا بن أبي حازم عن يزيد وهو ابن الهاد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر قال مر رفول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة قال حدثني المنهال بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من مثل من مثل بالحيوان أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا أخبرنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر عن صهيب عن عبد الله بن عمر يرفعه قال من قتل عذكورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله فما حقها قال حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها أخبرنا محمد بن داود المصيصي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل عن خلف يعني بن مهران قال حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمر بن الشريد قال سمعت الشريد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عثورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفع أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثني سهيل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن بن طاوس عن عمر بن شعيب عن أبيه عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمر قال مرة عن أبيه وقال مرة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب من في السقاء أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السلخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأهمش عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عملة لا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أنبأنا الأهمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسى بوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عمر بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه حدثنا يا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا بن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله لا أسمع بعده أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات وربما قال وإن بين ذلك أمورا مشتبهة قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله عز وجل حما حما وإن حما الله عز وجل ما حرم وإنه من يرتع حول الحما يوشك أن يخالق الحما وربما قال إنه من يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالق الريبة يوشك أن يجسر حدثنا القاسم بن زكري بن دينار قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام أخبرنا قتيبة قال حدثنا بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكدون الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره أخبرنا عمر بن علي قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن يونس عن الحسن عن عمر بن تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان ويلتنس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد أخبرنا عمر بن علي عن يحيا قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن حارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر خابوا وخسروا قال المسبل إزارة والمنفق سلعته بالحرف الكاذب والمنان عطاء أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالكذب أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد يعني بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رفول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة منحقة للكسب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفا له وإن لم يعطيه لم يفله ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتعها ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس فخرج إلينا رفول الله صلى الله عليه وسلم فسمينا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا فقال يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة أخبرنا أبو الأشعة عن خالد قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتاذة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا ما لم يفترقا إلا بيع الخيار أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا أخبرنا محمد بن علي المروزي قال حدثنا محرز الوضاح عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال أم لا علي نافع عن ابن عمر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يخترقا إلا أن يكون البيع خيارا قال نافع فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثنا أبي عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار أخبرنا عمر بن يزيد عن بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار أخبرنا عمر بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى ويتخايران ثلاث مرات أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوى أخبرنا قتابة بن سعيد قال أنبأنا ليث عن ابن عجدان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل أخبرنا قتابة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة فكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة أخبرنا يوسف بن حمد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتابة عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف كان يبايع قالوا وأن أهله أكل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله حجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهى فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع قال إذا بعت فقل لا خلابة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزا حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فإن شاء أن سكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع تمر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داود بن قيس عن ابن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة أو مصراتا فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاع من تمر لا سمر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ووكيع قال حدثنا بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان أخبرني عبد الله بن محمد بن تنيم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعراب وعن التصرية والنجش وأن يستام الرجل على سوم أخيه وأن تسأل المرأة طلاق أختها أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن زبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه أخبرنا محمد بن نوح قال حدثني سالم بن نوح قال أنبأنا يونس عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه أخبرنا محمد بن عبد الأهل قال حدثنا خالد قال حدثنا بن عون عن محمد عن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريت أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن ليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر لباد أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق فأقر به أبو أسامة وقال نعم أخبرنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا منمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسار ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة